شهدت قرية عدن بمدينة فاريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت أعمالها لمدة يومين بالقرية تم خلالها الكشف على 450 حالة للمواطنين بالقرية وتم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة يأتي هذا في إطار توجهة وزارة الصحة للوصول إلى القرى النائية بالمحافظات الحدودية لتوفير العلاج الطبي للمواطنين من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروص أن القوافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة ويتم تنفيذها بواقع ثماني قوافل شهريا بإجمالي 16 تقافلة تستفيد منها جميع قرى الوادي الجديد الدولة أطلقت قوافل حياة كريمة حرصا من الدولة أن جميع الخدمات الطبية توصل لكل المناطق اللي هي بيبقى الوصول لها صعب أو غير متوفر فيها بعض الخدمات الطبية عندنا الشهر اللي حققنا حوالي 5500 كشف كشف ده بيشمل كشف إكلينيكي على إشعاعات تحليل على صرف أدوية ولو كان فيه عمليات ولا حاجة فالعمليات دي بيتم تحويل الأقرب مستشفى ترجمة نانسي قنقر